حذر الأردن وفلسطين من تعميق الصراع في المنطقة ونسفي كل فرص تحقيق السلام العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية هذا ما أكده وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال محادثات أجراها مع أمين سر اللجنة التنفيذية من نظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صاء بعرقات في أريح اليوم حيث أكد الجانبان أن إعلان الاحتلال وقف الضم والتزام حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 يشكل المتطلب الأساس لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل وأشدد على أن الاحتلال هو أساس الصراع وأن زواله وفقا لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع إعرقات من جهته أعرب عن تثمين دولة فلسطين قيادة وشعبا لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة اشتركوا في القناة